ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر لغضبية صباح اليوم وقد أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حرة تهاني وصادق تبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله فرعاه وإلى شعب مملكة البحرين الكريم وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيده على وطنين العزيز بالعزة والكرامة والأمن في ظل قيادة جلالة الملك الرشيدة وأن تحقق الأمتين العربية والإسلامية ما تنشده من رفعة وتقدم وازدهار وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على التحلي بفضائل هذا الشهر الكريم وأجوائه الإيمانية في نشر روح التسامح وغرس السلوكيات الإيجابية التي تزيد من التلاحم المجتمعي وتحزز الوحدة الوطنية بعدها أشاد مجلس الوزراء بمشاركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في القمم الثلاث التي عقدت في المملكة العربية السعودية الشقيقة التشاورية والخليجية الأمريكية والعربية الإسلامية الأمريكية ونوه المجلس بأهمية مضامين الخطى بين الساميين الذين يوجههما عاهل البلاد المفدة في القمة الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية وبما عبرت عنه من تشخيص دقيق للتحديات التي تشهدها المنطقة والسبل تجاوزها من خلال التعاون الاستراتيجي والبناء على المستوى الدولي مشيدا المجلس بدور الملك المفدى رعاه الله في تعزيز وتقوية علاقات مملكة البحرين مع الدول الصديقة وتمتينها وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى ذلك فقد أشار مجلس الوزراء بالمبادرة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود آهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بالدعوة لهذه القمم وبما هيئته المملكة العربية السعودية من مقومات لتلك القمم ضمنت نجاحها إعدادا وتنظيما ونتائجا فضلا عما أشار إليه مستوى التمثيل العالي بالمشاركة في القمم الثلاث من ثقل ودور محوري للمملكة العربية السعودية على الصعيد الخليجي والعربي والإسلامي والدولي وأظهر بجلاء جهودها البناءة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في العالم من جهة أخرى فقد رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة الخليجية الأمريكية ووصفها بأنها قمة مميزة في أبعادها الاستراتيجية فريدة بمؤشراتها الإيجابية وولدت زخما جديدا وأعطت دفعا غير مسبوق لمسار التعاون الخليجي الأمريكي وأسهمت في بناء علاقات أكثر قوة ومتانة سياسيا واقتصاديا وعسكريا بين الجانبين كما رحب مجلس الوزراء أيضا بنتائج القمة التاريخية العربية الإسلامية الأمريكية وبدلالاتها العميقة في تأسيس شراكات استراتيجية وتحالفات أكثر قوة وفعالية خاصة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز قيم التسامح والاعتدال بعد ذلك نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهبية المعارض المشتركة في الترويج التجاري ودعم التعاون الاقتصادي ومنها المعارض البحريني المصري المشترك الأول الذي قيم مؤخرا تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر كما نوه سموه بضرورة مواكبة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومواكبة الطورات المتسارعة فيها وتطويعها في المؤسسات التعليمية من خلال الفعاليات والأنشطة التي تعزز ذلك ومنها المؤتمر الخامس عشر للمنظمة العالمية للتنمية المستدامة الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الجامعة الأهلية تحت شعار التكنولوجيا الرقمية نحو تنمية المستدامة وفي إطار اهتمامي ومتابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالملاحظات التي يثيرها المواطنون فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بالإسراع في تلبيت احتياجات أهالي سنابس من الخدمات الإسكانية واستعاب أصحاب الطلبات القديمة منها في المدينة الشمالية وفق المعايير المعتمدة كما وجه سمو وزارة الإسكان إلى الوقوف على احتياجات أهالي جن سانة الإسكانية فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى توفير مزيد من مواقف السيارات في حالة بوماهر واتخاذ ما يلزم بشأن الاستملاكات التي تمت لهذا الغرض من جهة ثانية فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نحو المزيد من التدابير التي تكفل سرعة أكبر في إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وتكمل الجهود المبذولة حاليا لتفادي تأخيرها ووجه سمو وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برفع مذكرة إلى المجلس في الجلسة المقبلة بعدها نوه مجلس الوزراء بما حققته مملكة البحرين من نجازات على صعيد إرساء مبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي عكسته الإشادة والتقدير الذي حظيت به خلال مناقشة التقرير الوطنية الثالث لمملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان أثناء الاستعراض الدوري الشامل الذي عقد في جينيف وآخرا وفي هذا الصدد أثناء مجلس الوزراء على جهود وفد مملكة البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان وإساماتهم الطيبة في إبراز الصورة الحقيقية الناصعة لمملكة البحرين في المجال الحقوقي والتزامها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدوى لأعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على القانون النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تم اعتماده في قمة مجلس التعاون التي عقدت في مملكة البحرين مؤخرا وقرر المجلس إحالته إلى سلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية ثانيا وفق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر عقاب المخالفات الجمركية وقرر إحالة مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية ثالثا وفق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية والجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية وقرر إحالة مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية رابعا وفق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا وقرر إحالة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية على إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية خامسا وافق مجلس الوزراء على التصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين وقرر إحالة مشروع قانون بالتصديق على هذا البروتوكول إلى السلطة التشريعية وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الخصوص سادسا أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروع قانون تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب لتعديل المادة 56 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014 مشهوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله سابعا بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة ووافق على الردود الحكومة بشأنها على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة